اشتركوا في القناة انتاجا لفاكهة التفاح هذه الشعبة الفلاحية التي تعتبر شعبة حدثة في ولاية باتنا حيث كانت محصورة لغرض الاستهلاك العائلي فقط إلى غاية بداية السبعينيات عندما قام رئيس الراحل هواري بومديا بتوزيع ألاف أشجار التفاح على فلاحي منطقة الأوراس كتجربة أولى هدفها توسيع هذا النوع من الفاكهة احنا في بلدية حدوسة معروفين بشعبة التفاح والتفاح بدأ في منطقة الرحوات هي الأولى هي تنتمي لبلدية حدوسة ونفل اذن قرية من بلدية حدوسة حتى هي بدأت حكيمة بدأنا في الفين وثلاثة ودخلنا فيها ودخلنا فيها لبورتغراف واحدة أخرين وتوسع هذا الانتاج وخاصة نسنا عندنا مردودية ما شاء الله وكان وفرة وكان خير ما شاء الله أنواع مختلفة من التفاح ينتجها الفلاحون داخل هذه المستثمرات الفلاحية المنتشرة عبر بلديات ودي الطاقة وإشمول وحدوسة وفمطوب وولاد عوف ولعل أهم هذه الأنواع هي غولدن وارويال وستار كريمسون وهذه أنواع تأقلمت بشكل كبير مع الطبيعة الجبلية الباردة في مرتفعة منطقة الأوراس لذلك نجد تفاح الأوراس الجبلي من أجود الأنواع وألذها وأكثرها مقاومة لأطول مدة تخصيل حموشية الحباب من هنا وكان جيت يعني يجي ماشا إميرا من النوع أن تفاح يقل لنا ذايق الشمول النوع إميرا من الكبداء الكبداء يلزم 1600 ساعة برودة يعني لزم هذه المكانية برد يشمول مدام يزد قدرار عالى سوف يدير غرس معروفة سيلبرد على هذيك يصل لحذيك ستفاح الكبداء هي هي يقل لكل سباب أنواع تاكفاح هذه هي على رأسها هي ديمة هي القولضان ومن ثم يجي كما نسمى إحنا الكبداء والله قال هذه وكير ويال وهذه رأي هي القولضان المردود الجيد لهذه الفاكهة وإقبال المستهلكين عليها جعل المنتجين يعملون على توسيع مساحتها أكثر فأكثر باستصلاح مساحات جديدة كانت إلى وقت قصير أرضنبور على غرار مستثمرة الإخوة معلم ببلدية وادي الطاقة التي تعد أكبر مستثمرة بتعداد قارب 80 ألف شجرة تفاح على قدم وساق من أجل بلوغ المائة ألف شجرة وازداد الإقبال على هذا النوع من الفاكهة أكثر بقرار منع استيراد تفاح حنا من سنة 1995 غرصنا الغريسة الأولى غرصنا 3000 شجرة في إيجيل فون بعد ما شفنا النتيجة وشفنا بلي تنجح وصلنا في إيجيل فون الـ 50 ألف شجرة هذه هنا من 2018 جيت البلصة هذه سويتها خدمتها وغرصتها في 2019 2019 هي غرص الأسجار في منطقة الأوراس بصيفة عامة راه في تزايد وخاصة من 2016 إذا سبتنا رب العالمين أنا ذاك كان الرئيس الرئيس الجمهورية الحالي سيد عبد المجيد تبون حفظه الله والسبب في الفلاحة وفي الزيادة هذه تعل الأسجار كي وقف دار قرار تعلق الاستيراد تعلق التفاح وقعت عليها ضجة كبيرة هذا العام من هذه كل وقت والناس زيد تغرص اللي عنده 400 سجرة ذلك ربما رفيا 4000 واللي عنده 4000 رفيا 40 ألف وكل عام راهي كاينة زيادة كل عام هو وقع شوية خالل في الجافاف السنين الأخرى هذه إن شاء الله راه جاي لخير أنا كما نشوف باللي التفاح على عامين ثلاثة تفاح يكفي الجزائر وروح للتصدير اليوم اليوم أصبحت بساتين التفاح عبر أقاليم ولاية باتنة تستقطب اليد العاملة من مختلف مناطق ولاية باتنة وحتى خارج الولاية يد عاملة من مختلف الأعمال تقصد هذه البساتين كل يوم خلال موسم الجن وحتى خلال بقية أيام السنة سواء من أجل تجديد الأحواض أو التسميد والرش ومن أجل تقليم الأشجار وغيرها من الأعمال الفلاحية المطلوبة على مدار السنة هو بالنسبة للآخر بداية تجني التفاح تبدأ من 15 أوت تبدأ بالرواية القالة العملية تجيب واحد الشهرين حتى الأكتوبر سماء أوت سبتمبر حتى الدي بي أوكتوبر حتى العشرة أكتوبر نشغل أكثر من ربعين عامل هذا عمال نقوله نحن موسميين هيا عندي وعندنا أكتو نحن نهضر بالنسبة لي والمستثمارات الفلاحية في بلدي توتق رأيكين مستثمارات أكبر من المستثمارات من المستثمارات لنحن نهضر من المستثمارات ونحن نهضر في 120 خدام ويأتي من بلديات مجاورة لولاية البلدية وتوطق يأتي من ثنيت العابد يأتي من تيمقاد يأتي من باتنا نخرج أكبر نطفق أدى في مستثمارات هذه مسائera ثانية تم عيشتنا ثم الو neighbourhood ونفق يتفعل الفيديو لدينا عدد طلق الابطان و يترك نشياء man who is a group and a with a group يتفعل عدد طلق الابطان ويعمل انه دائما نعملوا على وضعنا والقراءة حيث شعبة التفاح في ولاية باتنا تحتاج إلى مرافقة أكبر من طرف الجهات الوصية خاصة فيما تتعلق بتوفير مصادر السقي الفلاحي وكذلك الكهرباء الفلاحية التي يعاني من نقصها الكثير من الفلاحين والمستثمرين ذف إلى ذلك وضعية شبكة الطرقات التي كثيرا ما تعيق عملية إخراج ونقل الغلة أثناء نضوجها أما الشباك الواقية من البرد فهي أيضا من أهم مطالب منتجي التفاح وهي معيقات إذا تم تذليلها سيكون هذا عاملا مهما في تشجيع الفلاحين على زيادة عمليات توسيع هذه الشعبة أكثر فأكثر وبالتالي المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني العرق اللي عندنا هذا مبلد كهرباء جروب الكتروجا هذا ما قدر شربنا باش عندي زوج هذا هنا في مجبى دار الزوج باش نقدر نوسعه هنا في مجبى ينزمننا الكهرباء رنا عندنا عام وشهرين منين درنا دموند يعني الحق التعربي له فيه يجيل فون 50 ألف شجرة ودروا دموندين الكهرباء درنا من الأولويات ودرنا من الأولين مدير الفلاح والحمد لله جريم معنا في إطار الكهرباء الفلاحية ودين الكهرباء زوجت مكثرة هي البرودوية الليول هو الماء الماء هو الماء الليول وثانيا هي الأسميدة الأسميدة ذلك غالية ما تقدر لهاش ذلك مليون مليون ومئتين القنطار واسمه واشرحتك فيك و تري سيتي رأي تري سيتي ثاني غالي وقال عمر هذا بزاف يعني الأدوية هذه بزاف الشي اللي يعني يعاني فيه اللحرة المنطقة نتعنا هذه بمنطقة حدوسة فيها البرد هذه النقطة الأولى النقطة الثانية بما أنه رئيس الجمهورية يوجه وفتح الأبواب للاستثمار ماذا بنا يشوفوا لنا واحد هنا يديرنا لوزين مصنع للمشروبات أو للمصبرات أو للتحويل هذا ويعمل المستثمرون ما في وسعهم من أجل تقديم ناتج صحي ذو مداق متميز من خلال سلسلة التبريد المتبعة وكذا الاعتماد على الأسمدة الطبيعية الخاصة بالمواشي والأبقار تفاعل نقلوا هنا المستودعات ونبه بعدوها من الشمس من الغبار نحافظ عليه ونوجدوه لنقلوا إلى الولايات الأخرى للتسويق ولا الغرف التبريد كما ذرك إن شاء الله السلعة هذه راح تروح لبشار الانتاج سنة راح كين الخير هو كل عام مباركته الخير كين كل عام كين والانتاج راح في تزايد والحمد لله يا رب العالمين الفلاحون عقدوا العزمة على العمل أكثر ومجبهة كل الصعوبات لكنهم بحاجة مسة لدعم أكبر من طرف الجهة المعنية التي تتوقع هذه السنة إنتاج أكثر من مليون ومئتي ألف قنطار من فاكهة التفاح في ولاية باتنة التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة وبحق مملكة التفاح الجبلي